فمهم من أركان صلاة الحياة يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكراً كثيراً أه؟ وإي تاني وسبحوه بكرةً وأصيلة يعني إيه؟ ما تنساش ذكر الله طول حياتك ولذلك رمز لنا إيه؟ بكرةً وأصيلة عشان تفضل حياتك مليئة بالذكر ودايماً بقول لأحبابي ودايماً بقول لما الإنسان يكون مع لازم لوحد إن أذكار الصباح والمساء معناها معنى مهم جداً لازم نكمله بحاجة اسمها أفكار الصباح والمساء عشان الآية اللي احنا لسه قلت لينها الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وربنا سبحانه وتعالى بيأكدنا إن إدراك المعي ربناية تأتي من خلال ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه ونذاكر ربنا سبحانه وتعالى كمان في الحديث القدسي الآخر أنا جريسه من ذكرني ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأه ذكرته في ملأ خير من يا سلام يبقى أنت الركن الثاني من أركان صلاة الحياة هو الذكر الركن الثالث بقى هو حاجة رائعة بقى الإحسان بمعنى الإتقان يعني إيه كما إن في الصلاة وقوموا لله قانتين وفي الصلاة حتى إذا اعتدل قائمة فكرة الاعتدال وفكرة الاستقامة هي فكرة الإحسان ولذلك أنت عايز تصلي صلاة الحياة وتكون مقبولة لازم تكون من أهل الإحسان من أهل الاتقان لأن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء فلذلك أحد أركان صلاة الحياة هو إن أنت تكون متقن عشان كده هتلاقي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا بشكل واضح صفة دي بتخلي صاحبها إيه اللي حاصل؟ من أفضل الناس ومن أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس وكذلك أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه فلابد أن الواحد يتقن نفع الحياة يتقن العمران فالركن التالت هو الإحسان اللي هو إتقان العمران إتقان النفع وإنت ماشي في مسجد الحياة لازم تتعود أن أنت دايما إيه؟ تحسن للناس في نظرتك وفي كلامك وفي كل حال تعمر للقلوب وتعمر الحياة وده قانون رباني لازم تحس بيه وتعيشه أن ركن من أركان صلاة الحياة هو الإحسان والإتقان أن أنت تعمل إيه؟ تتقن العمران ووظيفة التواصل مع الناس جزء من العمران جزء من إتقان أن تتقن الحياة تتقن الحياة فتحسن التعامل مع الناس ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي من حبي إيه العمران اللي حصل ده؟ كلمتين اللي أنت قلتهم والدفع بالخير اللي أنت عملته عمر القلوب ولذلك لما تلاقي نفسك مدفوع أنك تتكلم كلام مندفع وكلام سيء اسمع حضرة النبي اسكت واسمع حضرة النبي رحم الله مراء قال خيرا فغنم أو سكت فسلم وإذا كشوف سيدنا أبو بكر كان أقل للناس كلاما ومع ذلك كان يقول لا أرى شيء أحوج إلى طول حبس من هذا ويمسك لسان الحقيقة اللي أنا قلته ده بعض أركان صلاة الحياة إحنا محتاجين نتوسع في صلاة الحياة شوي ومرة نتكلم عن صلاة الحياة لأنه مفهوم مهم جدا جدا في حياة هيخلي صعيطة الناس تفهم أن العمل عبادة وحيفهموا أن الابتسام عبادة وحيفهموا أن تدليل زوجتك عبادة وأحسسه أن أنت تكرم زوجتك وأحسس أن أنت تخلي زوجك في مكان رفيع أه كله عبادة طب نأمل نقول لكم شوية إجراءات لغاية ما نتكلم في الحلقة الموسعة عن ده أول حاجة يا سيدي اتعود على عبادة جميلة اسمها عبادة الصمت بس في الصمت مش أنت تتعود على الخرص بعد الشر لكن تتعود على أنك أنت صمتك يكون زي صمت حضرة النبي الصمت فرصة للتفكر في حضرة النبي كان وكان صمته فكرا فتعلم أنك تسكت لتصمت تصمت لكي تفكر عشان تبقى هادي وده أول إجراء أنا أقولته لك الإجراء التاني اللي أنا عايزك تعمله إجراء مهم قوي أن أنت كل يوم تتعلم حاجة جديدة تتعلم حاجة جديدة ليه؟ لأن كل ما تتعلم حاجة جديدة كل ما تعلمك الشيء الجديد ده يساعدك على أنك أنت تتعمر قلبك بوسع العلم العلم من تجل الله بالوسع ولذلك أول حاجة قابل بها الله الإنسان في الحياة وعلم آدم الأسماء كلها وسع عايز تخلي حياتك وسع وتقدر تعيش حياتك بوسع الله سبحانه وتعلم كتير لما تتعلم كتير تقدر تفضل مع الله ولذلك مجالس العلم هو مجلس مع الله مجلس مع ذكر الله تالت حاجة اتعود كتير قوي عشان تبقى أنت متعود على صلاة الحياة اتعود على الدعاء ادعي كتير كل ما تدعي كتير تبص تلاقي نفسك في حضرة مولاك وتعرف أن أنت في حضرة صلاة الحياة لأن الإنسان إذا عبد الله وجد أن الدعاء مفتاحا مهما من مفاتيح صلاة الحياة العبد لمولاه عندما يحيا بصلاة الحياة يا رب جعلنا من أهل صلاة الحياة على الدوام وجعلنا دايما قلوبنا تسجد في المسجد الكبير تحت عرشك في مسجد الحياة اشتركوا في القناة